وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود داني في صورة المعبر وأحوال الوافدين من السودان نعم بعد التحية تجدد اللقاء في هذه التقطية المستمرة لتوافد السودانيين عبر معبري قسط الوارقين في هذه الخدمة الإخبارية سنتحدث عن ثلاث نقاط هامة النقطة الأولى متعلقة بحجم المساعدات الجذائية وحجم التبادل التجاري المتبادل لأن في هذا التوقيت خاصة السودان بحاجة ماسة وكبيرة إلى المساعدات الجذائية ومستلزمات الأطفال والمأكلات والمشروبات فنتحدث عن حجم التبادل التجاري من خلال الشاحنات المحملة بعدد كبير من المواد الجذائية والمشروبات ومستلزمات الأطفال تتجه مباشرة إلى معبر قسط الوارقين عبارة عن مساعدات أو حتى تبادل تجاري وربما هذا الحجم التبادل التجاري يزيد عن ما أعلنه الجهاز المركزي للتعباء العام والحصاء العام الماضي بأن حجم التبادل أكثر من مليار دولار بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق له 21 لكن في عام 23 وفي هذا التوقيت نتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري كبير خاصة في ظل تقرير للمفوضية شؤون اللاجئين يشير إلى القلق بشأن الأوضاع في السودان وأن النوافذ المساعدات الإنسانية لزالت محدودة وأن هناك قلق على الأسر المتواجدة في السودان من عدم وصول مزيد من المساعدات الجذائية فبالتالي حجم التبادل التجاري الذي يصل إلى وادي حلفة مهمة في هذا التوقيت خاصة أن عدد كبير من المساعدات يتم نهبها بسبب الاشتباكات واقتحام المنازل من قبل قوات الدعم السريع تبقى لشهود العيان الذين تحدثوا إلينا عن الأوضاع في السودان النقطة الثانية هو استمرار الدعم بين برنامج الأغذية العالمي ومصر في آخر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أعلن أنه تم دعم مصر والهلال الأحمر بأكثر من 20 طن من المساعدات الجذائية بالإضافة إلى 87 ألف حزمة موسعة من أيضا المساعدات الجذائية المدعمة من المأكلات والمشروبات النقطة الثالثة وبها أختم شهود العيان والحرصنة على الحديث مع المواطنين السودانيين أحد المواطنين تحدث بداية عن القصص المؤلمة والمشاهد الصعبة في السودان والاشتباكات الدائرة هناك لكن هو تحدث بتعبير ووصف دقيق ومهم أنه في أي أزمة يبحث الشخص عن الأخ وعن السند وعن الدعم فهو بحث ووجد أن مصر هي الأخوة والدعم والسند ووجه بكل كلمات الحب والامتنان والعرفان بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال وعلى استمرار فتح المعابر وتقديم مزيد من المساعدات وأنه استطاع هو وبعض من أسرته من الخروج من السودان والمجيء إلى مصر مع استمرار بعض من أسرته في ودي حلفة للانتهاء من الجراءات والإلحاق بهم في مصر وهو أكد أيضا على أنه هنا في مصر يشعر بأنه مواطن مصري ويشعر بتقديم كافة الخدمات له فهو يعني يعبر عن كل الحب والامتنان وهذا ما أكد عنه المفاوض السامي لشؤون اللاجئين في زيارته بالشكر لمصر على استمرار فتح المعابر موجها الدعوة لكل الدول ولمصر أيضا باستمرار فتح هذه المعابر لاستقبال عدد كبير من السودانيين نتحدث اليوم أيضا عن وجود عدد كبير من الحافلات التي قدمت من معبر قسطل عبر العبارة التابعة لمحافظة أسوان هذا بالتوازي والعمل مع العبرتين التابعتين للقوات المسلحة المصرية ففي الحقيقة هنا ملحمة وطنية كبيرة سيسجلها التاريخ لما تقوم به مصر من جهود في استقبال الوافدين السودانيين وأيضا في إرسال المزيد من المساعدات وحجم التبادل التجاري للوقوف بجانب شعب السودان الشقيق تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه هي الصورة من داخل معبر قسطل وميناء أبو سنبل النهري وتستمر عملية تقديم الخدمات والجهود المتواصلة من السلطات المصرية في دعم الأشقاء السودانيين عودة إليكم مرة أخرى نعم محمود جميل مرسل التلفزيون المصرية من ميناء أبو سنبل النهري ومقدما لصورة شاملة عن معبر قسطل أشكرا جزيلا شكرا